اشتركوا في القناة المفتونة في تلك البلاد والزعماء فكيف يكون متصر ماذا أصبح تعليقك على ذلك لا تعليق إن هذا غلط وهؤلاء العلماء إذا كانوا يعلمون أن ذلك بدعة فهم آثمون وعياذ بالله والواجب عليهم أن يبينوا الناس أن هذه بدعة وأن لا يحقروها لكني أقول بهذا المناسبة العلماء ثلاث تقصد العلماء ثلاثة أرسل عالم دولة وعالم أمة وعالم ملة عالم الدولة الذي ينظر ماذا في رئيس الدولة يفتيب على طول ينظر ماذا يقول الرئيس أو الوزير أو ما شواله وعلى طول ما أحله الرئيس فهو حلاء وما حرم فوحرم هذا عالم دولة عالم الأمة الذي يتبع ما ترتاح له العامة وإن كان خلاف الحق عنده هذا عالم لكن يتبع الأمة وهذا كالأول آثم وعلمه وبالم عليه الثالث عالم أيش عالم ملة لا يبالي بالدولة ولا بالعامة يفتي بما دل عليه كلاب السنة سخرط الناس أمره هذا هو العالم حقيقي وهذا هو العالم الرباني والواجب على كل عالم بشريعة الله أن يكون على عالم ملة ولا يبالي بالناس هو سوف يخرج من الدنيا بكفنه وحنوطه فقط والناس لا يغنون عنه شيئا إذ تبر الذين اتبعوا إيش من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وقبراءنا فأظلون السبيل حتى لو كان عالم أمة وحظي عند العامة فهذا يزول بموته يزول كل شيء لكن إذا كان عالم ملة رفع الله ذكره في الدنيا وبعد مماته وحصل في علمه بركة فلذلك أرجو من أخواني القلاب العلم أن يكونوا من هذا النوع من علماء الملة يبين حق كما أمرهم الله بذلك وأخذ عليهم المثاق وإذا أخذ الله المثاق الذين أوثوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تبتمونه وهذا كما يشمل يهود والنصار يشمل من أوتي الكتاب من هذه الأمة لا تبيننه للناس ولا تبتمونه فنفدوه وراء ظهوري وأشتغوا بهم ثمنا قليلا فبإسنا ما أشتغوا نعم